بونجور عاملين ايه معاكم مادام راني حميدة وان شاء الله كل سنة وحضراتكم بخير هنبدأ منهج الترم التاني لسنة اه ربعة ابتدائي منهج بينفينيو اه لسنة ربعة ابتدائي اه كنت شرحت الوحدة اه بخدون الترم الاول خلصناه هنبدأ سوا الترم التاني من فضلكم سابسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو وحنبدأ على طول نشوف الوحدة بتاعتنا بتتكلم عن ايه الوحدة بتتكلم عن مانكور مانكور يعني جسمي او جسدي تمام مانكور مانكور بتكلم بيها هتعرف بيها عن لي بارتي دي كور لي بارتي دي كور يعني اجزاء الجسم هتعرف على اسماءهم بس تعالوا نشوف كده الاول الجزئية دي بتقول ايه هنا ان فيه parle افك ان غرصن يعني بنت بتتكلم مع والد بتقول له bonjour ايهو كمون ساوا الله ساوا بيها مرسي ايه ايه توا ايه تلو جسوي مالد جسوي مالد انا يكون مريد جسوي مالد تعبين مريد قالها كاسكتويا كاسكتويا عندك ايه كاسكتويا قالت له جي دولاف يافر يعني انا عندي حم ايه جي مال وعندي ألم او وقع جي مال افور مال يبقى انا بقول عندي ألم جي مال ألا تت عندي ألم في الرأس يعني عندي سو داع مسلا أو دماري وقعين ألا ها pouvre پولين توا علي لازم تروحي شئي لميدسان شئي لميدسان ايه پراند ايه پراند دي ميدكامون وطرد ايه دوير pouvre پولين توا علي شئي لميدسان ايه پراند دي ميدكامون وطرد ايه دوير فهنا بيقول لي بولين ايه مالات مريضة فري صح ايه اه مال او فنتر عنده ألم في بطنه انا عرف طبعا الأسماء دي هو مش هو اللي كان تعبين فهي فو بولين فا ايه شئي لميدسان هتروح فري بولين اه مال او فنتر عنده ألم في الرأس فهي ايه عندها ألم في الرأس حنتعرف على أجزاء الجسم ودي صورة من الكتاب من الليفر بتاعنا تمام حنتعرف سوا عليها هي هنا صورة يعني مشعبة كتير حنحاول نقرأها وحنحاول موجود هنا تاني اهو الجزئيات منها بس مش كاملة تمام لا تات اللي هي الرأس لا تات لا تات طب الايدين لي ما لي ما هي جامعة طب ايد واحدة يبقى تاخد لا عشان هي في ميناء لا ما لا ما لا ما طيب العينين اللي اتنين لاز يو لاز يو لاز جي منين الز ده جي من حرف الاس لالات رأس عشان هو entre deux voyelles بين اتنين متحرك فبقرها بقولها لاز لاز يو لاز يو طب الاوذن لو هي واحدة بس لغاي لغاي طب هي الاتنين لزوراي هحط قبلها ل زي دي كده واحط في كلمة قراي أس لزوراي لزوراي تاني لا تات لي ما لي ما ولو هي ايد واحدة لا ما لاز يو لاز يو لغاي لزوراي لاجو اللي هو الخد لاجو لاجو لابوش لابوش اللي هو الفم لي اللي هي عين وحدة عين وحدة طب العينين لاز يو عين وحدة لي بصوا بقولها ازاي بضموا بقق شوية واقول لي مش لي مش لي ولا لي تمام مش لي لي لا ولا لي لا هي اسمها لي ضم خفيفة كده واقول لي اي تمام لني 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 اللي هي الانف لني بعد كده عندي لفنت لفنت يعني هي البطنة لكو 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 بغا وحط قبلها لي ونزل كلمة بغا عادي طيب عندي الظهر ظهري من ورا لدو ما بقولش دوس لدو 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 طب الساق واحدة بس لجامب 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 طب الساقين ل ل واحط في جامب اس لو هما الاتنين هقول لجامب لجامب طيب عايزة اقول رقبة لجنو 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 طب القدم اللي بدوس عليها لبي لبي طب هي القدمين اخليها لي واحط في كلمة بي اس لبي لبي الشعر لشوف 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 تاني هقرأها لكو تاني هعرف ان الحاجة اللي في جسمي جامع زي كلمة شعر تاخد لي اي حاجة في جسمي اتنين تاخد لي احط لها لي عادي في الجامع زي مثلا لو عندي زراعين عندي قدمين ساقين عندي اذنين عندي عينين دول بياخدوا قبلهم لي لو هي حاجة واحدة منهم بس على حسب بق هي هي مسكولان تاخد لي ولا الكلمة دي في مينا تاخد لا ولا هي كومونس بارفويل بتبدأ بمتحرك تاخد الا ابوستروف زي مثلا كلمة لي اللي اللي هي عين واحد هنقرأ البوش دي تاني le ventre le ventre le cou le bras le genou le do le pied la jambe la jambe les cheveux les cheveux الصور دي موضحة عن الرسمة الاولينية دي تقريبا او غالبا فيها كل الكلمات الموجودة هنا هنا بس في مسلا كلمة زيادة اللي هي لدوة لدوة اللي هي الاصابع لدوة الاصابع لدوة الاصابع لدوة عندي الكتاف الاكتاف دي le ze pull e pull e pull le ze pull اتفقنا للاتخي اس لما بيكون قبليه متحرك وبعدي متحرك بقلعه زد تمام باقي الكلمات كلها موجودة في الايماج دي والايماج دي هنا بيقول لي طيب هنا بيقول لي انا بس ازا اقول لكم حاجة كده عندي حاجة اسمها افوار قبل ما اتكلم في ده حاجة اسمها افوار زائد كلمة مل شاء لو شفتوها تبقى عارفين معناها اللي انا ارتهالكو في الاول افوار مل معناها عندي قلم عندي وضع افوار مل فيرب افوار بيتصرف معي حسب مين اللي بيتكلم مين بيقول انا عندي قلم لو انا يبقى انا جي جي مل طب لو انت يبقى تو يا مل طب لو هو يبقى إيلا بس كده اه بس مل يبقى انا بصرف فيرب افوار حسب مين بيقول لو انا حقول جي لاني فيرب افوار مع انا جي مع انت تو يا مع هو إيلا مع هي آلا وسبت معي كلمة مل معناها عندي قلم او عندي وضع عندي قلم او عندي وضع عشان لو قبلتكم تبقى عارفين معناها هنا بقى عندي حاجة اسمها لزاجكتيب بوسيف صفات الملكية يعني ايه يعني دلوقتي معايا قلم او معايا مثلا كتاب او انا بتكلم عن جسمي انا او عن ايدي او عن مثلا رجلي كده فبقول ان الحاجة اللي انا ذكرتها دي كلها بتاعتي قلمي طب قلمك طب كتابه اقولها ازاي بالفرانسي بصوا كده بيقول لي لو انها الحاجة دي بتاعتي انا تخصيني انا فانا عندي منها تلات اشكال عشان اقول ان هي بتاعتي انا للمذكر مو للفمينا ما للبلوغيال ما ازاي مش فاهم يعني دلوقتي هوضح لكم بكلمات مثلا كلمة ليفر ليفر يعني كتاب وانا عارف ان هي كلمة ماسكولا كلمة جم اللي هي الجمه او اللي هي الاستيكا وهي كلمة فمينا اي كلمة منهم وحطت لها اخرها اس كده خلاص ليفر او جم يعني لو كتبت برضو جم وحطت لها اس واحدة جمعة مذكر واحدة جمعة مؤنس طيب واحدة واحدة بقى عشان انا عايز افهم عايز اقول ان الكتاب ده ليفر ده بتاعي انا انا اللي هو جو ينفع اقول جو ليفر انا كتاب لا ما تنفعش طب ازاي عايز اقول كتابي انا انا في الانجليزي او في الانجليزي بقول ماي بوك ماي بوك طب انا عندي في الفرنسي ما عنديش ماي انا عندي ايه بقى منها مو وما ومي مو ما مي اسمها ايه بقى مو ما مي انا هسبت معايا الامثلة دي وحشرح عليها كل طيب مو ليه المذكر ايه المذكر الكلمة اللي انا بقولها بتاعتي انا هي دي لو هي اللي مسكولة حطت لها مو زي مو لو الكلمة اللي انا بقول عليها بتاعتي انا مؤنسة حقول معاها ما ما لو الكلمة اللي انا بقول عليها الحاجات دي بتاعتي انا حاجات كتير كتب كتير تاخد مي او مي يبقى الكلمة اللي هنا اللي انا عايز اقول انها بتاعتي هي اللي بتخليني اخطار mı ولا ما ولا mi mı للمذكر م للمؤنس mi للبلوغيال تاني تاني الكلمة اللي هنا هي اللي بتحكمني في اختيار di ولا di ولا di بس انا الاول اعرف الحاجة دي بتاعت mi لو انا je لو هتكلم عن حاجتي انا يبقى عندي ٣ اختيارات يا ما يا ما يا mi أرجع للكلمة مذكر أحط مو مؤنس أحط ما جامع أحط مي ما تفرقش معي هي جامعة مؤنس ولا مذكر هي جامعة وخلاص أحط مي طيب عندي عايزة أقول ده كتابك انت استكتك انت تمام كتبك أو حكتك يعني اللي عندي ثلاث حاجات عندي طا تي طا طا تي طا كتابك طا جم استكتك تي ليفر كتباتك أو كتبك يبقى أنا عندي للضمير تي جايب الحاجة دي وبقول عليها بتاعتك انت انت يبقى أنا عندي ثلاثة أختار منه طا وطا وتي دول كلهم صحابة تي بتوع تي بتوع الضمير أنت أختار منهم على أساس الكلمة اللي هنا مسكولان يبقى تون فمينا يبقى تا بلوريال يبقى تي طيب ليل وقال الحاجات دي بتاعته هو أو بتاعتها هي يل أو ال بتاعته هو بتاعتها هي عندي صون صا صى صع صص صع 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 صغم صع 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 طاني لو الحاجة دي بتاعته هو أو هي يبقى انا هفكر في التلاتة دول أختار اي كلمة منهم على اساس الكلمة اللي بعدها طيب انا هتكلم على نو حاجتنا كلنا بتاعتنا نحن احنا ما عنديش غير حاجتين بس نطر نطر كده للمذكر والمؤنس ونو للجمع يبقى للمذكر والمؤنس طالما هي مفرد يبقى نطر لو هي بلوريال يبقى نو نو ليفر ونو جم يبقى مع نو اتنين بس نطر ونو نطر للمفرد ونو للجمع طب مع و نفس الحكاية للاتنين وفو للبلوريال يبقى اقول يعني كتابكم تمام تمام كده يبقى للجمع للبلوريال طب مع الافكاس والافكاس يبقى انا عندي لور لور ولور ولور افكاس لور ولور ولور افكاس يبقى تاني الحاجة دي احددتها بتاعتي انا ولا بتاعتك انت ولا هو ولا هي ولا نحن ولا انتم ولا هم ولا هن مفروض هنا في اس تمام اشوف لو انا يبقى عندي ثلاثة من مفرد فانا اجيب معاها نطر نطر يبقى دي كده تبع الدمير نو مع المفرد جبنا نطر طب بوش اذا اقول ده فمي انا بقي انا فكلمة بوش انا حافظها معنى كده ان هي ماسكولا معنى كده ان هي تاخد دي معناها انفك انت وحطت ليه ما حطتش ط ليه ما حطتش تي عشان هي مفرد ومذكر وانا بحفظها كانت فاخدت المذكر او الماسكولا ياخد ياخد بيقول لي عندي معلومة كده او ملحوزة سوغننة بيقول لي عندي ملحوزة سوغننة كده ومشا عزاك وتتلغبط معلومة سوغننة ومشا عزاك وتتلغبط عندي هقول لك على مثال على كلمة واحدة وهي كلمة ايكل ايكل دي معناها مدرسة ايكل معناها مدرسة طيب هي مذكر ولا مؤنس هي فمينا هي اينيكل اينيكل هي كلمة مؤنسة اينيكل طيب انا عشان اقول دي وما ومي طيب انا هي واحدة فيهم للفمينا عشان كلمة ايكل مؤنسة فهي المفروض ان هي ما ما فقال لي في الحالة دي ما تنفعش اجيب ما ليه لان قال لي لو الكلمة الفمينا كومانس بار فيويل بتبدأ بمتحرك ما ينفعش اجيب وراها فيويل تاني ما ينفعش اقول ما ما ايكل غلط قال لي في الحالة دي بستعين بجيب كده المون بقول لها بعد اذنك يا مون تعالي اقعودي مكان المون عشان المون هتتخانق الفويل اللي هنا هيتخانق مع الفويل اللي هنا فما ينفعش فجيب بينهم حرف او كلمة في فيصل بينهم زي المون مون يقال يبقى اي كلمة فيمينا كومانس بار فيويل مع الضمائر ما وطا وصا التلاتة دول ما ينفعش يجو مع كلمة فيمينا بتبدأ بحرف من حروف الفويل نشوف الأمثلة اللي هو جايبها بيقول مونوراي مونوراي اهي تمام هي كانت مفروض تكون مونوراي فقال لي ما ينفعش هتتخاني ال ا مع ال ا بعد اذنك ماشي وجيبي اختك التانية اللي هي مون هنا انا عارف ان دي في ميناء ولكن جبت معها مو عشان بتبدأ بو فيال كلمة ايكول اللي انا لسه عاملة عليها المثال ايكول كلمة في ميناء ما ينفعش احط معها مون اللي كانت مفروض تتحط قال لي لا انت هتعميلي مشكلة وهتعميلي خناء شليها وحطي مكانها مون عشان بتبدأ كمونس بغفويل طيب تعالي نشوف كده الامثلة دي بيقول جام انا احب مون ولا مون ولا مي كلمة ايكول كلمة موننسة يبقى مفروض احط مون ولكن ايكول بتبدأ بو فيال فما ينفعش احط مون اللي بعدها احنا بناكل نحن نو نو تيجي اختها على طول شبهها اهي نو طيب عندي تيو طالما في تيو يبقى انا عندي تون وطا وتي التلاتة مع تيو انهي كلمة فيهم تنفع كلمة فامي كلمة في مينة فانا حاختار معها تا تا فامي تا فامي الكري افك بيكتب بالا مون طالما يل يبقى صون ساسي كلمة ستيلو كلمة موسكولن يبقى انا حاجب مين يا شطرين حاجب مين حاجب صون لان صون بتاعت المسكولن ورجع اخيرا على الادجيكتيب بوسيسيف عندي للضمير جو عندي تلاتة صحابه مين هم مون وما ومي منفحش ما حط معهم ولا تون ولا تا ولا تي هي مون ما مي للضمير جو طب للضمير تيو مين اخواته وصحابه يلا نقول تون تا تي تون تا تي مسكولن فمينا بلوريال مسكولن فمينا بلوريال طب للضمير يل وقال يل وقال مين صحابه مين يل وقال صون صحابه واخواته صون صا س صون صا صون مسكولن ص فمينا س للبلوريال طبعا عندي الضمير نو مين صحابه اتنين بس نو اتنين بس مين هم نوتر دي تنفع للمذكر والمؤنس المهم ان هي تكون سينجلي يعني مفرد ونو نو كده شبهها اهي بس من غير الو نو 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 طيب طيب عندي فو مين اخواتها فطر فطر لسينجلي مفرد وفو للجام يبقى انا عندي لو الكلمة مفرد حطت لها فطر مع لو الكلمة فيها اس حطت لها فو اللي هي الجام اخر حاجة اللي هي معهم اتنين برضو بس اخواتهم لو الكلمة مفرد سينجلي حطت لها لو الكلمة بلوريال حطت لها تمام كده لو حد عايز توضيح اكتر للدمائر الصفات الملكية دي يقول لي وانا حبعط له الفيديو مخصوص ليها شرحي لها الوحدة بس انا اتمنى انه يكون الكلام واضح ويكون الكلام سهل دي اخر جزئية برضو موجود لها فيديو شرح بالتفصيل لو حد برضو محتاجه ممكن احط لكم اللينك بتاعهم انا هحاول برضو ابسطها بس لازم احفظ لبارتي دي كور اجزاء الجسم لبارتي دي كور لازم احفظها كويس واعرف من منها مؤنس بياخد لا من منها ماسكولا هياخد له من منها بيبدأ ب hacer حياخد الا ابوصرف ومن الجامع هياخد يا كده تمام؟ مفروض جينو دي اخر هكسب تمام؟ يبقى لازم احفظ الاول اجزاء الجسم بتاعي وبروز بعدين اعرف من منهم مؤنس ومن منهم مذكر لازم 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 قبل ما ادخل احفظ الجزئية دي او اذاكر الجزئية دي الجزئية دي بقى لسه الى لكم شوية كده ان انا عندي حاجة اسمها افوار مال عندي قلم عندي وجع تعبان جسمي وجعاني دماري وجعاني ايدي وجعاني عناي وجعاني ازاي اقولها اتفقت معاكم ان انا فيرب افوار بصرفوا حسب مين اللي تعبان لو انا انا هقول جي وانزل كلمة مال اتفقت معاكم على كده جي مال جي مال طيب عندي قلم في 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 دماغي عندي وجعان في عيني عندي وجعان في رجلي شفتوا بقول ايه في 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 طب في دي ايه هي ايه هي في ده حرف الجرل ده البريبيزيسيون ده ايه البريبيزيسيون في في اللي هو ده بصو كده اللي هو ده او وقالا واقلا اباستروف وقو ايه ده بقى ايه ده بقى مش فاهمين دي حروف جر بمعنى في يعني انا هقول جي مال عندي قلم او عندي وجع في طب انا احط الاربعة كده وارسهم لأ ما احطهمش كده احطهم امتى بختار واحدة بس ومع الماسكولين اا لا مع الفيمينة اا الا ابوستروف مع الفويل والاخيرة دي مع البلوريال برضو مش فاهم برضو مش فاهم برضو مش فاهم وكلمة تات كلمة تات هكتبها كده كلمة تات هكتبها ايه تات طيب وانا بحفظ كلمة تات كانت ل ولا لا لا دي كانت لا طيب مين اللي بيجي حرف الجر هنا اللي هو في في اللي هو اسمه في ومع المؤنس اللي هو الا طيب عايز اقول مثال تاني وعندي قلم في بطني المكتوب اهو جي مال او فونتر ليه حطيت او لان كلمة فونتر وانا بحفظها لو جبنا الصور كده اهي كلمة فونتر كانت ل اللي هو فونتر معنى كده ان هي مسكولا طيب المسكولا عشان اقول له في في بقول او في او اهي او او افك نو مسكولا الا للفمنا او الا بصعف للويال او الاخيرة للبلوريال بمعنى تاني ان لو المكان اللي انا بشتكي منه في قلم المكان ده كان اخد الارتكلي ل بحط بدلها او في كلمة جي مال جي مال لو المكان ده كان هو ل ل مثلا لفنتر او لنه او لبغا اشيل ل خالص وحط مكانها او ده امتى وانا بقول عندي الم في بس انما لو هو جاب لي صورة مثلا بطن او لفنتر عادي دي اسمها البطن طب عندي الم في في يبقى او او طب عندي الم في مكان مؤنس يبقى او لا زي او لا تت او لا تت او لا ما في ايدي طب المكان ده بيبدأ بفويل يبقى او الا بصرف زي كلمة اي اللي هي عين وحدة اي او كلمة او غي اللي هي اذن وحدة دي تاخد او لا بصرف لو اي حاجة في جسمي زي الشعر زي الادين ثواء زي الاذنين او العينين تاخد او للبلوريال تمام كده يبقى تاني انا عندي حاجة اسمها عندي الم اللي هي افوار مال افوار مال عندي الم المكان المكان اللي انا بشتكي منه في جسمي لو هو مذكر احط مكانه او احط قو مع لو لا خلاص انا شلت لو خلاص انا حقول انا عندي الم في طب عندي الم في مكان مؤنس يبقى اا لا اا لا طب عندي الم في مكان بيبدأ بفويل يبقى اا الا انا عندي هنا اكتبتلكو امثلة تاني اهي وانا عايز اقول عندي الم ني في الانف ني او غي اللي هي اذن واحدة او غي فيها اس نفس الكلمة انا اتعمدت اكتبها نفس الكلمة ولكنها فيها اس مال هي الايد الايد طيب انا انا باحفظ اجزاء الجسم الاول دي اسمها لوني دي اسمها لوغاي اللي ابو سروف دي اسمها ليز وغاي دي اسمها اللامي ده كده لما يجيبلي صورة جزء من اجزاء الجسم ويقول لي كتبي اسمها اكتب الحاجات دي طب مافيش وعندي جي مال عندي افور مال وعندي واجع ما بكتبش بقى ولا الا الا ولا الكلام ده كله انا بكتب حاجة جديدة. عندي ألم في آآ في الأنف. الأنف كانت مذكر وانا اتفققت معاكو ان الماسكولا هياخد أو. جمل وني. طب انا عندي ألم في الأغاي في الأزم بتاعتي. أغاي بتبدأ بفويل يبقى تاخد آآ. إيه ده? نفس الكلمة وبتبدأ بفويل ولكن بلوريال يبقى تاخد أو. خلي لما آخرها اس تبقى بلوريال تاخد أو. طب ما اللي هي اصلا مؤنس يبقى تاخد آآ لا ما. المؤنس ياخد آآ لا المذكر ياخد أو. بتبدأ بمتحرك تاخد آآ لأباستروف. بلوريال تاخد أو اللي فيها اكس. ما تمنى يكون الشرح واضح ومبسط. لو حد عايز اي فيديو لحاجة منفصلة موجود عندي يقولي بس وانا حبعت له اللينك. في الأجزاء الجسم وفي عندي أفوار مالدة شرح الوحدة وعندي للأجكتيب بوستوسيف فيديو الوحدة. لو حد عايز بالتفصيل شوية يقولي وانا حبعت له اللينك. اتمنى يكون الفيديو مفيد وتابعوني. هكمل لكم باقي المنهج. آآ 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 موسيقى